السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف التاسع أهلا وسهلا بكم مع نشاط جديد ألا وهو الصديق وفيه عقد مقارنة بين نصفين الأول للإمام الشافعي والثاني لأبي فراط الحمداني تبع النص الأول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد ضبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا سلام سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا أما النص الثاني فهو لأبي فراط فيقول ما كنت مذكنت إلا طوع خلاني ليست مؤاخدة الإخوان من شاني يجني الخليل فأستحلي جنايته حتى أدل على عفوي وإحساني ويتبع الذنب ذنبا حين يعرفني عمدا وأتبع غفرانا بغفراني يجني علي وأحنو صافحا أبدا لا شيء أحسن من حان على جاني موسيقى شكرا